يجداز هؤلاء المرضى مسافات طويلة لتلقي العلاج في مركز متخصص في عمليات الزرع في كاراتشي في باكستان مئات ألاف المرضى من الفقراء العاجزين عن تسديد كلفة الطبابة يتلقون العلاج سنوياً هنا من دون مقابل ويعود الفضل في ذلك إلى هذا الرجل الطبيب الجراح أديب الرضو الذي كرس حياته لمحاولة سد ثغورات نظام الرعاية الصحية في البلاد تنفق باكستان جزءاً صغيراً جداً من نتيجها المحلي الإجمالي على الصحة والتعليم أي ما يقل عن واحد في المئة ومن الواضح أن هذا الشأن لا يشكل أولوية بالنسبة إلى السلطات المستشفى الذي انطلق مع خدمة بسيطة من ثمانية أسرة توسع بعدها ليصبح واحداً من أبرز مراكز عمليات الزرع في بلدان جنوب آسيا حيث تلقى الملايين العلاج منذ سبعينة القرن الماضي وتوفر الحكومة حوالي ثلاثين في المئة من ميزانية المركز ليتأمن التمويل الباقي من التبرعات هنا يتساوى جميع المرضى بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أكانوا من كبار الشخصيات أو من المجرمين إنها مؤسسة جيدة خصوصاً بالنسبة للفقراء الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج إن أجريت فحوصاً كهذه في مستشفى خاص لكلفتك بين عشرة آلاف ربيع وخمسة عشر ألفاً الأمر أفضل بكثير هنا وفي العام 2015 وحده أجريت أكثر من ثلاثمائة عملية زرع ومئتين وستين ألف جلسة غسل للكلة كلها مجانية بالكامل بما يشمل الأدوية وعلاجات المتابعة ويشكل ذلك فرصة مثالية لمرضى مثل حينة التي تخضع لجلسات غسل كيلة منذ كانت في سن الرابعة ارتدت المدرسة حتى بداية مرحلة التعليم المتوسط أرغب في التمكن من استئناف دراستي أرجو الله أن يساعدني على زرع كيلة لأتمكن من العودة إلى المدرسة مثل مئات المرضى حولها تحافظ حين على باصيس الأمل هذا بفضل الدكتور الرضوي الذي يواصل العمل بالوتيرة عينها رغم بلوغه التاسعة والسبعين من العمر فهو لا يعتزم التقاعد بل على العكس يتطلع لمواجهة عدو جديد مرض السرطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر